على وقع أزمة اقتصادية خانقة تحاول السلطات في العراق تدارك سنوات طويلة من الفساد وسوء الإدارة عبر إجراءات تسعى إلى التخفيف من أعراض الأزمة وليس حلها بصورة جذرية ويعاني العراق عجزاً في موازنته العامة بعد انهيار أسعار النفط والتي تشكل 90% من هذه الموازنة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة ما دفع الحكومة إلى الاقتراض لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين وإيقاث المشاريع الاستثمارية لهذا العام اللجنة المالية البرلمانية قالت إن العراق ما زال يمر في المرحلة الحرجة لغاية الآن ويحتاج شهرياً إلى ثلاثة مليارات دولار لسد رواتب الموظفين والمتقاعدين إلا أن المسائل الأخرى والواجبات بما فيها البطاقة التموينية والالتزامات الدولية فإن العراق بحاجة إلى ستة مليارات دولار لسدها يأتي ذلك بالتزامن مع تصريحات لمحافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق قال فيها إن ديون العراق الخارجية بلغت نحو ثلاثة وعشرين مليار دولار في حين تبلغ الديون الداخلية نحو أربعين تريليون دينار عراقي وهو ما أكلته مؤسسة التصنيف جي أف بي العالمية التي كشفت في وقت سابق أن مديونية العراق الخارجية تبلغ ثلاثة وسبعين مليار وعشرين مليون دولار ووفقاً للإحصائية التي نشرتها المؤسسة هذا العام فقد حل العراق بالمرتبة الخامسة عربياً من حيث حجم المديونية ويحذر خبراء من أن اعتماد الحكومة على سياسة الاقتراض من دول ومنظمات خارجية لتقليل العجز في الموازنة المالية يرهن العراق للجهات الدائنة ويضع مستقبل الأجهال القادمة على حافة كارثة حقيقية في بلد يطفو على بحر من الثروات تستنزفها أحزاب وميليشيات تعمل لمصالحها الشخصية أو لصالح أجندات خارجية تريد تجريد العراق من كل مقومات البقاء بعد أن حولته إلى دولة فاشلة بامتياز